تخليداً للذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء تم بالعيون إطلاق عدة مشاريع تنموية سوسيو اقتصادية وهكذا أعطى ولجهة العيون السقي الحمراء عامل إقليم العيون عبدالسلام بكرات بحضور رئيس المجلس الجهوي سيد حمد والدراشيد وعدة شخصيات مدنية وعسكرية أعطى انطلاقة أشغال تهيئة مدينة الوفاق لتشمل حي الوحدة الشطر الأول والثاني وتجزئة الأمل واحد واثنين وثلاثة بالإضافة إلى تجزئة الوفاق وعبأ المشروع الذي يستهدف ألفاً وخمسمائة مسكن وما مجموعه مائة وسبعة وثلاثين ألف نسمة عبأ غلافاً مالياً قدر في مائتين وستين مليون درهم وبمدينة الخامس والعشرين من مارس أعطى عامل إقليم العيون أيضاً انطلاقة أشغال مشروع إعادة هيكلة شبكة الإنارة العمومية بغلاف مالي قدر في سبعة فاصل سبعة وستين مليون درهم في مدة إنجاز تمتد لثمانية أشهر والذي يستهدف أربعة آلاف وثمانمائة وخمسين وحدة سكانية كما زار الوالي ورش بناء مراكز الشماعية بمحاج محمد السادس وتهم فضاء صحة الشباب ونادياً نسوياً وداراً للشباب والتي تبلغ مدة إنجازها 12 شهراً ودشنا كذلك نافورتي شارع حبوها وشارع البحرية بالإضافة إلى حذيقة تل الطيور التي تضم بمعمارها المتفرد حذيقة وشلالات بالإضافة إلى فصائل نادرة من الطيور